مرحبا سنتعرف في هذا الدرس على مدور المصفوفة وكيفية إيجاده فلنرى هذا المثال أوجد مدور المصفوفة ألف تساوي واحد، اثنين، خمسة، أربعة، ثلاث، واحد، سالب واحد، اثنين هي مصفوفة تتكون من صفين وأربع أعمدة رتبتها اثنين في أربعة لإيجاد مدور هذه المصفوفة سوف نقوم بتحويل الصف إلى عمود والعمود إلى صف لتصبح واحد، ثلاث، اثنين، واحد، خمسة، سالب واحد، أربعة، اثنين إذن مدور المصفوفة ألف هي مصفوفة تتكون من أربع صفوف وعمودين ونلاحظ أننا إذا قمنا بتبديل الصفوف بالأعمدة والأعمدة بالصفوف في المصفوفة مدور ألف سوف نحصل على مدور مدور المصفوفة ألف تساوي واحد، اثنين، خمسة، أربعة، ثلاث، واحد، سالب واحد، اثنين لنقوم بأخذ مثال آخر أوجد مدور كل من المصفوفات التالية المصفوفة ألف تساوي واحد، أربعة، سالب اثنين، اثنين، ثلاث، واحد هي مصفوفة تتكون من صفين وثلاث أعمدة لإيجاد مدورها سوف نقوم بقلب الصفوف إلى أعمدة والأعمدة إلى صفوف لينتج دينا مدور المصفوفة ألف يساوي واحد، اثنين، أربعة، ثلاث، سالب اثنين، واحد نلاحظ أن مدور المصفوفة ألف رتدته ثلاث في اثنين ثانيا، المصفوفة با تساوي اثنين، سالب ثلاث، سبعة هي مصفوفة تتكون من صف واحد وثلاث أعمدة لإيجاد مدور المصفوفة با نقول أن مدور المصفوفة با يساوي اثنين، سالب ثلاث، سبعة هي مصفوفة تتكون من ثلاث صفوف وعمود واحد لنتعرف الآن على بعض المصفوفات الخاصة والمتعلقة بمدور المصفوفة لنأخذ هذا المثال أوجد مدور المصفوفة جيم يساوي سالب أربعة واحد واحد خمسة مصفوفة مربعة تتكون من صفين وعمودين مدور المصفوفة جيم يساوي سالب أربعة واحد واحد خمسة هنا نلاحظ أن مدور المصفوفة جيم هو نفسه المصفوفة جيم لأن العناصر المتناظرة متساوية المصفوفة ألف تساوي واحد صفر اثنين صفر ثلاث أربعة اثنين أربعة ثلاث لإيجاد مدورها سوف نقوم أيضا بقلب الصفوف إلى أعمدة والأعمدة إلى صفوف المصفوفة ألف تتكون من ثلاث صفوف وثلاث أعمدة فإذن نتيجة مدور المصفوفة ألف يجب أن تكون ثلاث صفوف وثلاث أعمدة مدور ألف يساوي واحد صفر اثنين صفر ثلاث أربعة اثنين أربعة ثلاث نلاحظ أن المصفوفة جيم تساوي مدور المصفوفة جيم والمصفوفة ألف تساوي مدور المصفوفة ألف إذن نستطيع الآن تسمية المصفوفة ألف والمصفوفة جيم مصفوفات متماثلة لأن مدور المصفوفة ألف يساوي المصفوفة ألف ومدور المصفوفة جيم ومن الحالات التي يجب دراستها أيضا ما سنراه في هذا المثال إذا كانت المصفوفة با تساوي صفر ثلاث سالب خمسة سالب ثلاث صفر اثنين خمسة سالب اثنين صفر أوجد سالب مدور المصفوفة با لإيجاد سالب مدور المصفوفة با يجب أولاً أن نجد مدور المصفوفة با مدور المصفوفة با يساوي صفر سالب ثلاث خمسة ثلاث صفر سالب اثنين سالب خمسة اثنين صفر الآن لإيجاد سالب مدور المصفوفة با سوف نقوم بتغيير إشارات جميع المدخلات في مدور المصفوف با لتصبح سالب مدور المصفوف با تساوي 0 3 سالب 5 سالب 3 0 2 5 سالب 2 0 نلاحظ الآن أن سالب مدور المصفوف با يساوي المصفوف با إذن نستطيع الآن استنتاج ما يلي إذا كانت ألف مصفوف مربعة وشرط أن تكون مربعة فإنها تسمى متماثلة إذا وفقت إذا كانت المصفوف ألف تساوي مدور المصفوف ألف وتسمى شبه متماثلة إذا وفقت إذا كانت المصفوف ألف تساوي سالب مدور المصفوف ألف لنقوم الآن بتأكيد ما درسناه من خلال هذا المثال هل المصفوفات التالية متماثلة أم شبه متماثلة أم غير متماثلة أولا المصفوف ألف تساوي 1 2 سالب 3 2 4 6 سالب 3 6 سالب 1 ثانيا المصفوف با تساوي سالب 1 2 0 7 0 سالب 2 0 سالب 7 1 الحل مدور المصفوف ألف يساوي 1 2 سالب 3 2 4 6 سالب 3 6 سالب 1 هي مصفوفة تتكون من ثلاث صفوف وثلاث أعملة وجميع مدخلاتها نفس مدخلات المصفوف ألف إذن مدور المصفوف ألف يساوي المصفوف ألف فنستطيع أن نقول أن المصفوف ألف هي مصفوفة متماثلة ثانيا مدور المصفوف با سالب 1 7 0 2 0 سالب 7 0 سالب 2 1 تحتوي نفس الرتبة التي في المصفوف با ثلاثة في ثلاثة لكن عناصر المصفوف با لا تساوي عناصر مدور المصفوف با وأيضا مدور المصفوف با لا يساوي سالب المصفوف با إذن المصفوف با غير متماثلة وهيك بنكون تعرفنا على مدور المصفوف وكيفية إيجاده ترجمة نانسي قنقر